نحكي اللي حصل أولاً يا أحمد الصورة التانية إحنا كعسكريين في العالم عندنا ثلاث حاجات بنمشي عليهم الجزء الأولاد جلوبر فاير باور ده ده الميليتري رانكينج اللي هو بيعمل رانكينج تصنيف العالمي من الدورة الأولى والتانية والعشر حد نعم ده بيبقى تصنيف حقيقي حقيقي ما نحكي تبلك حقيقي ليه من زي اللي حاجات الأرهاني واحد مغني يدفع مليون دولار يطلعوه أغنيته أغنية أغنية لا ده حقيقي وبعدين عندنا مقعد ستوكم ده بيطلع أبحاث وبعدين عندنا الحاجة التالتة الميليتري بلس أو التوازن العسكري ده هو ده الدستور بتاعنا يا أحمد أي معهد مركز ديراتوري السوريه ما عندهش ده أولاً ده بيبنزلش على الانترنت لازم تشريه بيطلع من الIISS مع ديراتوريات الاستراتيجية في لندن ممنوع أن ينزل على النت وتامن وغيري ده نبلح السنة دي تاتة عشرين انا جيبتش اربعة عشرين خمسة عشرين حاجيبه لانه بيبقى الفروقات بسيطة بيمسي كل دولة يا احمد بيفصص عسكريا قوة العاملة والاحتياط وبعدين مثلا التهارات كامتر اف 16 و اف 15 بالملي كل حاجة بتتحط فازية الدولة عشان كده احنا لما بنعمل رانكينج لازم ابص هنا لازم ابص هنا وعلى جلوب الفر جلوب الفر نبص بقى على الصورة التانية بلوب الفير السنة دي راح اربعة وعشرين وده موجود على النات ما بيش حاجة جيدة هو راتب مية خمسة واربعين دولة وحط ستين عامل للتقييم يعني مش بالفقاكة كده ستين عامل الصورة اللي بعدها راح مطلع مصر اهي صفحة بتاعت مصر كل ده عن انترنت مصر بقت رقم 14 على العالم من مية خمسة واربعين دولة نعم خلاص نعم وده اخر تعديل واحد تسعة وده موجود على الانترنت طيب نشوف الصورة التانية مصر فين بقى عربيا وعسكريا عربيا اهي مصر رقم 14 عالميا والاولى عربيا السعودية التانية التالتة الجزائر اللي رأ حاطت لك كل كلام نعم والدول افريقية مصر رقم واحد نعم بعدين الجزائر اللي هي رقم 26 عالميا نعم وهكذا فانت النهاردة كل واحد فينا بقاعد متطمن ان الجيش بتاعه هو اقوى جيش عربي واقوى جيش افريقي واقوى تاني جيش في المنطقة عظيم تمام نعم الكلام ده بيتحسب ازاي اه يعني هل كده لا لا هنيجي لمسك اول حاج بيقولوا حاج من القوات العسكرية العاملة والاحتياطي وشبه العسكرية ايه الشبه العسكرية دي يا احمد الامن المركزي عندك شبه عسكاري الجندرمة في فرنسا شبه عسكاري الحرس الوطني في امريكا ايه اهميته عشان لم يبقى في حرب مااخدش من القوات العسكرية احمي بقى المحطات الكارابة الجبهة الداخلية الجبهة الداخلية اه فعشان كده الجيش يتفرغ يتفرغ للقتال وهنا بيأمن وهنا الشبه عسكرية تأمن يأمن داخلية فاللي عنده بيبقى قوته اكتر نعم خلاص وبعدين اعداد المعدات وحجم الانفاق كل ده يا احمد عظيم اشتركوا في القناة